أعلن مجلس القضاء لعلن تحريات قضائية مبنية على الوسائل العلمية قادت إلى كشف مجموعة أشخاص يحترفون الاتزاز الكترونية كان هدفها الأول الإعداد للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتغيير نتائجها فيما كان هدفها الثاني الفوضى السياسية وقال قاد التحقيق المختص أن هذه المجموعة كانت تروم الإساءة لمختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية في الدولة مشيرا إلى أن أحد السياسيين اجتمع مع مجموعة من المبتزين في داره وتم طرح فكرة إنشاء قناة على برنامج تيليجرام من قبل أحد المتهمين وتكون مؤمنة برقم هدف وهمية وتم إطلاق القناة باسم سيدة الخضراء مؤكدا اعتراف اثنين من المتهمين وهم موقفين حاليا ترجمة نانسي قنقر